البلاد على موعد مع وداع الحضر الجزئي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر بحسب ما جاء في القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وتضمنت أبرز القرارات إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها والمستلزمات الطبية والتموينية والمطاعم والمقاهي فيما سيتم فتح دور السينما والمسارح لدخول المحصنين فقط إضافة إلى السماح باستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط كما تقرر إقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة باستثناء طائرات الشحنة مع كل من نيبال وباكستان وبينغلاديش وسريلانكا قرر مجلس الوزراء التالي أولا ينهى لحظر التجول الجزء المطبق في البلاد اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحا ثانيا واحد إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها ومن المستلزمات الطبية والتموينية والمطاعي والمطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة وذلك حتى إشعار آخر اثنين فتح دور السينما والمسارح والسماح لدخول المحصنين فقط ثلاثة السماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل وذلك اعتبارا من أول أيام العيد الفطر المبارك مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن على أن يتم مراجعة هذا القرار بعد التقييم الدوري للوضع الصحي في البلاد ثالثا تكليف الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالقرار ودع المجلس المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية لا سيمة التباعد الجسدي ولبس الكمامات ومنع التجمعات بكافة أشكالها وأنواعها الخاصة منها والعامة من حفلات الأعراس والدواوين وغيرها كان في موافقة لقامة صلاة العيد على أن لا تتعدى 15 دقيقة وهناك تنسيق كامل ما بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف واستمع اليوم مجلس الوزراء معاني وزير الأوقاف بشأن جاهزية وزارة الأوقاف في المصليات ستكون هناك مصلاة خارجية وكذلك أعتقد أكثر من 1500 مسجد ترجمة نانسي قنقر